النائبة عن التحالف الوطني الكردستاني في تصريح لبرنامج الثمنة فيان صبري أن هناك كتلة برلمانية اعترضت على قانون الانتخابات ولم تحضر الجلسة مضيفة أن اعتراض الكتلة الكردستانية كان على أمور فنية تتعلق بالأقضيات في القانون نحن أيضا كنا نحاول أن نتوافق مع الكتلة الأخرى وللعلم اليوم الذين كانوا متواجدين في بداية الجلسة أو الجلسة بدأت النصاب القانوني كان 169 329 ناقص 169 يعني شقد يعني معناها أكثر من مئة وخم لا عفو إذا نحسبها تطلع 130 تقريبا محاضرين اللي ويش محاضرين وإحنا الكتلة الكردستانية كنا موجودين طيب زي ما معناها أكو أكو همينا يعني أكو بعض النواب أو بعض الكتلة البرلمانية التي هي معترضة على القانون ولكن باعتراض أن نقول عليه صامت وإحنا بالنسبة لأن الكتلة الكردستانية كان اعتراضنا صوتي يعني كنا حتشينا قلنا يا أبا إحنا ما اعتراضنا على أنه نصوت هذا العلم نتفهم يعني مشاعر الآخرين ونتفهم المتظاهرين ونتفهم القانون إحنا بس رأينا أنه تكون أكو رؤية أفضل نعرف شنو دمج المحاق الأخذية يا قضاء مع يا قضاء هذه شواركة ستصير لما تكون أكو مفوضية هي اليوم إحنا ما صارنا تقريبا أسبوعين صوتنا على قانون المفوضية المفوضية يقول لها شنوها للبيت